أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اعتزازه بالمشاركة الفاعلة من النواب الشباب بالبرلمان المصرية على مدى يومين في المؤتمر العالمي للبرلمانيين الشباب برعاية الرئيس عبدالفتح السيسي عقدت أربع جلسات تفاعلية بين البرلمانيين الشباب وممثلين لمنظمات المجتمع المدني والخبراء لمناقشة حالة تغير المناخ وتأثيرها على حقوق الإنسان والعمل البرلماني لمكافحة تغير المناخ والشراكة بين المجتمع المدني والبرلمانيين لمكافحة ظاهرة تغير المناخ وهو ما يمثل المرة الأولى التي تعقد فيها دولة مؤتمرا برلمانيا منفصلا قبل أشهر من استضافتها لدورة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الأمر الذي برهن على إرادة مصرية صادقة لبلورة جهد عالمي منظم وعادل على كافة المستويات الحكومية والتشريعية من أجل مكافحة تغير المناخ ترجمة نانسي قنقر